خطة وقائية وعلاجية تنفذها لجنة طوارئ شكلتها السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا تتضمن الخطة في مرحلتها الأولى إلى جانب عدد من المبادرات الشبابية حملات توعوية مجتمعية ما بين نزول ميداني لفرق التوعية وندوات نقاشية إضافة إلى تحديد مئة سرير في مكان عزل صحي نقيم ورشة عمل لمجابهة فيروس كورونا وهذه الخطوة نقوم بها كمبادرة توعوية شبابية في مارب أول خطوة لنا نحن على أساس ماشين أنه في معانا نزول ميداني للمخيمات النازحين للشوارع مارب للأمهات بدوره يقول مكتب الصحة أنه عمل على إشراك المجتمع والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحملة والمتمثلة في تخفيف الزحام والتجمعات من خلال تعليق العملية التعليمية في المدارس والجامعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل توفير بعض المساعدات والتجهيزات الصحية والأجهزة المخبرية إلى جانب المساعدة في أعمال الإصحاح البيئي في مخيمات النازحين وهي إجراءات وقائية واحترازية قد لا تكون كافية بموازاة خطورة الوباء وقرت الخطة المقدمة من قبل مكتب الصحة ولقحت بالأفكار وخطط من قبل الجهات الأخرى وتم فيها اعتماد ركزتين أساسيتين للعمل المجابهة الركيز الأولى تتمد على التوعية والنشر الوعي والتذكيف الصحي في جميع المحافظة جانب الآخر في جانب إعداد مركز العزل وفي هناك توجه لإعداد مركز العزل خاص بهذه الحالات تم التفاهم مع بعض النظامات العاملة وكذلك دعم السلطة المحلية سوف يكون توفر في حال الاحتياج تعليمات للأسواق والمحال التجارية صدرت مجزمة مرتدي هذه الأسواق ومالكيها بتنفيذ حزمة إجراءات للنظافة ووضع معقمات في مداخل الأسواق وتنظيم مسافة بين الزبائن والعاملين بالنظر إلى واقع المدينة وخصوصيتها وكثافة ساكنيها وما يجب أن تكون عليه من بيئة صحية واستعدادات بعيدا عن الخطط والإجراءات المعمولة والمحدودة يتضح أن المدينة تحتاج إلى بذل جهود أكثر جدية وتوفير كل الإمكانات للحيلولة دون وصول الوباء وانتشاره خطة وقائية أقرتها السلطة المحلية تبدو جيدة حتى اللحظة فيما لو نفذت بشكل كامل غير أن ما تشهده المدينة وما يقوله الناس عن عجز السلطات في تنفيذها وواقعها الصحية المتواضع يجعل الجهات المعنية ومأرب أمام تحدي يأمل الناس هنا تجاوزة خليل الطويل قناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر